اشتركوا في القناة ذات يوم بعد أن انتهت المعلمة من شرح الدرس اليومي طلبت من طلاب صفها أن يكتبوا موضوع تعبير بعنوان ماذا تحب أن تكون وأعطت للتلاميذ وقتاً كافياً لكتابة هذا الموضوع وبعد انتهاء الوقت المحدد قامت المعلمة بجمع الأوراق وذهبت إلى منزلها لتراجع ما كتبه الطلاب لفت نظرها رسالة معينة وما أن بدأت قراءتها حتى امتلأت عيناها بالدموع تأثراً بما قرأت وفي هذه اللحظة دخل عليها زوجها حائداً من عمله وشاهد دموعها وتأثرها الشديد وهي ممسكة بهذه الورقة فسألها الزوج عما حدث ولماذا تبكي فمدت يدها له بالورقة وطلبت منها أن يقرأها بدأ الزوج يقرأ الرسالة التي كان نصها كالتالي يا الله سأطلب منك الليلة شيئاً خاصاً جداً أتمنى أن تحولني إلى جهاز تلفزيون وأن أخذ مكان جهاز التلفزيون الموجود لدينا في المنزل وأن أعيش مثله بيننا تماماً وأن يكون لي مكان خاص في المنزل يجتمح حولي كل العائلة وأن أعامل بكل جدية وانتباه عندما أتحدث وأن أكون مركز الاهتمام في الأسرة وأن لا أقاطع عندما أسأل وأن أتلقى نفس العناية والرعاية التي يحظى بها التلفزيون وأن أستمتع برفقة والدي عندما يعود مساء إلى المنزل عندما يكون متعباً وأن تتعلق بأمي في كل وقت حتى في أشد لحظات حزنها وملالها بدلاً من كل عدم الاهتمام الذي ألقاه الآن كما أنني أريد أن يتعارك أخي من أجل قضاء الوقت معي وأن أشعر أن عائلتي تترك كل شيء فقط لتقضي بعض الوقت معي وأخيراً أتمنى أن أجعلهم جميعاً سعداء فقط كل ما أريده أن أعيش كجهاز التلفزيون الموجود لدينا في المنزل عندما انتهى الزوج من قراءة الرسالة قال وهو متأثر يا له من شيء محزن جداً فهو طفل يعيش وحيداً وحزيناً ولكنني يا عزيزتي لا أرى أن الأمر يستحق كل هذا الحزن والدموع فردت عليه زوجته قائلة كاتب هذه المقالة هو ابننا بالفعل أصبحت الأسر تهتم بالتلفاز أكثر من الأولاد وهذا لا يصح إطلاقاً فيجب على كل الآباء والأمهات أن تعطي قصطاً من وقتهم لأطفالهم بدلاً من الشاشات التي أصبحت تسيطر على جميع أوقاتهم بلا فائدة فأولادنا فلذات أكبادنا تمشي على الأرض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك فيديو آخر سينال إعجابك بإذن الله ودمتم بخيج حال